اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تلاعبات الدول فينا في هذا الفيروس اللهم امين طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاحد 24-5 القمر ما زال موجود في الجوزاء لليوم الاخير في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء اما بالنسبة لتأثير القمر لما يكون في الجوزاء حكينا انه في هاي الفترة كلنا مننشط في اتصالاتنا ونشعر بعمصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة وقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيره بوسعنا ايضا الانضمام لدورات دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية فلكية رح تكون هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وارباطعشر دقيقة صباحا بتتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح في تعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية ايجابية زاوية اقتران بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 11 و9 دقائق ظهرا ونشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بعد هاي الزاوية مباشرة او في نفس وقت الزاوية هاي بتكون اشارة للبدء بخلو المسار فخلو المسار ببدأ الساعة 11 و9 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيش حتى تمام الساعة 11 و8 دقائق مساء اي قبل منتصف الليل فعشان هيك اليوم منحكي عن خلو المسار وفي حلقة الغد رح نحكي عن خلو المسار لاكتماله وبانتقال القمر للسرطان بيكون عند منتصف الليل هذا بيعني انه الفترة المذكورة اللي هي بين الساعة 11 لغاية الساعة بين الساعة 11 الظهر لغاية الساعة 11 المسار هاي فترة يعني لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وبما انه القمر لاخر يوم رح يكون موجود عندنا في الجوزاء معناته لازم نحكي عن خلو المسار القادم خلو المسار القادم رح يكون يوم 27 خمسة رح يكون في تمام الساعة 11 و 6 دقائق فجرا لغاية الساعة 6 و 33 دقيقة صباحا يعني تقريبا بحدود الخمس ساعات او ما يقاربها لا ينتقر القمر بعدها لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر القمر الجديد الهلال عمره يومين في تمام الساعة 43 و 46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثلاثة ايام بدخل في اليوم الثالث نسبة الاضاءة بتكون ثلاثة لخمسة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 المزاج سعيد القمر برضو في الجوزاء حتى 25 خمسة مزاج سعيد عطارد في الجوزاء حتى يوم 28 خمسة برضو مزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 ستة مزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 ستة مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 وبعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى يوم 23-6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهميش إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحليب الليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيا أنت أحسن من الأيام اللي مضت تقريبا بتنشحن اليوم بطاقة إيجابية عالية جدا بتقدر تتجاوز أي صعوبات خلال هذا اليوم صحيح إنه ممكن يكون في بعض الإرهاق ولكن إنه إجمالا إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية يعني تقريبا هي فترة متقلبة فعشان هيك بنقدر نحكي إنه هي فترة يعني القليل القليل اللي بيحصلوا فيها على أموال بتجيهم من عمل إضافي ونسبة بتجيهم على شكل هبات أو مساعدات أو دعم أو هدايا بتكثر برضو المصاريف في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا بظل الضغط المنزلي هو الواضح فعشان هيك شوي أمور البيتية بتسبب نوع من أنواع القلق أو نوع من أنواع التوتر أو التحسس من تصرفات معينة أو مثلا ردات فعل سلبية بتيجي من أحد أفراد العائلة في منك ورح ينشغل في بعض التصليحات أو الترميمات أو أمور بتتعلق في البيوت أو في العقارات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأمور إيجابية يعني اليوم أنت نشيد جدا عاطفيا ممكن تتواصل مع الأحبة وتعمل نوع من أنواع التفقد لإلهم وممكن يصير فيه نوع من أنواع القلق بس على صحة أحد الأحبة أو على أمر معين أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى الوضع الصحي تقريبا من قلك أنه بدك تدير بالك يعني الأمور لسه ما يعني فيها نوع من أنواع التوترات فعشان هيك بيظل الوضع الصحي شوي مقلق على وضع العمل ممكن يتراكم بعض الأعمال عندك أو ما يكون عندك الجهد الكافي لإنجاز بعض الأعمال فعشان هيك برضو بتدير بالك على صحتك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأمور جيدة مشحون بطاقة إيجابية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو الإنسجام ممكن تتراجع عن قرار أو ممكن يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو الإنسجام ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن برضو على مستوى الأموال المشتركة في أمور مرهقة يعني بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات المالية اللي ممكن شوي يكون في منها مربك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو البحث أو أمور النقاشات زي السياسي أو الطلاع على لغة جديدة مثلا كلها هاي تقريبا أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جدا بيدعمك بقوة وبرضو بيعمل نوع من أنواع التقارب أو التواصل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور على مستوى بيت الأصدقاء تقريبا برضو الأمور جيدة بتعمل نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو الاستعانة بصديق لاستشارته في موضوع معين أو تقارب في وجهات النظر أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فما زال شوي في نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بيحدث لك بعض المفاجآت منها بتيجي على شكل متاعب على شكل تعب صحي على شكل إرهاق على شكل وسوسي ألام عابرة هيك بتمر بتحس أنه أنت ما عندك طاقة لشيء بتراكم بعض الأعمال عندك بتكون مشوش ذهنيا هاي كلها طبعا من بيت المتاعب مرج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتكون تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصروف يعني محطوط لتصليحات أو لاستحقاقات مالية تجنب نزوات التسوق حاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا النفسية أحسن شوي اليوم برضو مدعون بطاقة أكبر في عندك نوع من أنواع الاستقرار النفسي عالي يعني الأجواء إيجابية ودعمتك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث يعني شوي بالنقاشات ممكن هيك يكون فيه نوع من أنواع التوتر عندك أو الحدية بالطباع ولكن إجمالا أنت مشحونة بطاقة عالية جدا ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك صحيح أنه فيه نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطباع أو ردات الفعل اللي بتيجي يعني مش في كل وقت يعني متقلب خلال هذا اليوم في منك رح يكون له تعاون مع أخ أو مع جار وتكثر عندك اليوم الاتصالات بشكل كبير وفي منك اللي بيقدر أنه يمارس التنقلات ممكن أنه يكون فيه عندك تنقلات برضو واضحة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت أحسن بكثير فيه نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم البيتي أو الإنسجام ما بينك وبين أفراد العائلة صحيح أنه فيه عندك انشغالات أو متطلبات كثيرة اليوم ممكن تنشغل في بعض الأمور البيتية بشكل روتيني ممكن شوي تستفزك بعض الأمور ولكن أنه جمالا أنت مسيطر على الوضع بشكل كبير وفيه انسجام واضح ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس المستوى العاطفي شوي نقدر نحكي روتيني بدناش نحكي سلبي ممكن تفتقد بعض الأصدقاء أو بعض الأحبة خلال هذا اليوم ممكن يكونوا رحلوا من الدنيا أو مش موجودين بيننا أو بسبب الظروف هاي في مسافات هيك الحنين شوي يضرب عندك ممكن تتوتر تنفعل تضرف دموع هيك شوي يعني هاي كلها أمور متوقعة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فبعضكوا رح ينجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا اليوم وفي منكوا رح ينشغل في بعض الأمور الصحية إله أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى الشراكي وهذا بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك في نوع من أنواع الانسجام يعني الأمور جيدة وممتازة جدا أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور تقريبا يعني جيدة بتدعمك في بعض المسائل المالية المشتركة وممكن تعمل نوع من أنواع ضبط للميزانية معينة أو تحصل على بعض المبالغ اللي ممكن تيجيك على شكل قرض أو مساعدة أو دعم وفي منكوا رح يسترد بعض الأموال اللي إله وفي منكوا رح يهتم ببعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمروه أمور إلها علاقة بالإقامة أو الجنسية أو أمور إلها علاقة بالتنقلات الحركة أوراق قانونية نقاشات سياسة دين فلسفة كل هاي الأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى المستوى البيت العاشر شوي بدك تدير بالك من الإنفعالات لكن إجمالا هو بيت السمعة جيد ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم في منكوا رح يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينه بين صديق أو زميل أو رئيسه بالعمل لمسألة ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور برضو بتدعمك بقوة على مستوى بيت الأصدقاء يعني ممكن تتوتر بسبب علاقة معينة أو بسبب صديق ولكن إجمالا الأجواء إيجابية مع باقي الأصدقاء ممكن هيك تحس بفراغ عدم التواصل أو عدم التقارب ما بينك وبين بعض المعارف خلال هذا اليوم وهذا بسبب لك نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعد يعني روتيني ما فيه أي شيء لا سلبي ولا إيجابي فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم فيه منك رح يراقب وضعه الصحي أو ينظر لغذاءه طعامه أهم شيء أنك تنتبه لجهازك الهضمي أو القلون بشكل يعني تركز عليه بشكل كبير برج الجوزاء طبعا القمر بما أنه موجود عندكم الآن إضاءته تقريبا شملت جميع موريد برج الجوزاء فاليوم أنتوا قادرين على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الوقائع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب في هذه الفترة تتوضح لك الأمور بشكل قوي جدا بانتظارك اللقاء أو مرحلة جديدة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي يعني ما زالت الأمور يعني هي روتينية ولكن شوي يعني شوي بتزيد نوع من أنواع المصاريف أو المتطلبات المالية عليك أكثر أو بتعطيك رغبة أكثر بصرف الفلوس على أشياء مش ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور على مستوى التنقلات والاتصالات يعني تقريبا اليوم نشيد جدا أنت عندك نشاط عالي جدا وهذا بعمل نوع من أنواع التوازن عندك بالاتصالات رغبة بالاتصالات بالتنقلات بالحركة بالنشاط ممكن اليوم برضو يعني لو بدك تدافع عن نفسك أو بدك تناقش في أي موضوع عندك قدرة عالية على الإقناع ورغبة بالتواصل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت شوي فيها نوع من أنواع الضغط يسبب لك هذا نوع من أنواع التوتر إما سوء تفاهم أو ردات فعل سلبية أو تدخل أحد أفراد البيت فيك يعني هاي الأشياء ممكن أنها تحدث في أي بيت فيه عندك ممكن يصير تكثر بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو التصليحات أو الأعمال أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور تقريبا على المستوى العاطفي جيدة شوي وهي بتدعم العلاقة ما بينك وبين الحبيب أو تقارب ما بينك وبين الحبيب أو الحنية لحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك ممكن ينتبه لوضعه الصحي أهميش الجهاز العصبي بدك يتراقبه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة وبيعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي أو ما بين الأزواج تحديدا وبيخلي فيه نوع من أنواع الإنسجام ما بينكم أما بالنسبة لبيتك الثامن فالأمور برضو جيدة على مستوى الأموال المشتركة فمنكم ممكن يحصل على بعض الأموال أو دعم أو ممكن يجد شيء بتعلق له كان فاقده من فترة الماضية أو يهتم بتحصيل بعض الأموال اللي كان مداينها الأشخاص أو هذا ممكن يستردها خلال هذا اليوم أو يجي موعد لاستردادها أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق قانونية معاملات سفر أشياء من هذا القبيل أو امتحانات أو دراسة طبعا في الدول اللي عندهم لسه دوام ما في عطلة برضو هاي الأمور برضو بتكون إيجابية وقوية جدا أما بالنسبة لبيت السمعة فشايف ما زالت الأمور ضاغطة فعشان هيك عندك قابلية أنك تتصرف أي تصرف أنت ممكن أن يشوه سمعتك عشان هيك حاول أنك ما تندفع ما تتهور ما تدخل في أي شيء ممكن يشوه سمعتك أو يحدث لك بعض المشاكل حاول أنك تلتزم بالقوانين وما تخالفها أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا الأمور جيدة في تواصل جيد جدا ما بينك وبين بعض الأصدقاء وبعمل هذا نوع من أنواع التقارب أو حل بعض المسائل اللي كانت صعبة بالفترة الماضية يعني التواصلك مع الأصدقاء برضو ممكن يفتح أبواب للمساعدة في أمور أخرى أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد برضو ممكن أنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن أهم شيء أنه في لحظات ممكن أن تتور عصبيتك حاول تمسك حالك ما في داعي للإندفاع أو للتهور أو للعصبية برج السرطان طبعا الله يعينكم القمر موجود في بيت المتاعب إلى أكثر من يوم إلى ثلاثة أيام تقريبا يعني هذا بيأثر عليكم بشكل كبير وأنتم يعني معروف برج عاطفي فهذا بيأثر عليكم نفسيا وعاطفيا ما ضل هو اليوم وبعدين القمر بنتقل عندكم بتتحسن الأجواء بشكل ملموس أما بالنسبة لليوم بنال التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالإنفعالات خذ قسط من الراحة ممكن هيك تعيش لحظات صعبة خلال هذا اليوم حاذر من الفشل أو الالتباسات أو التراجع الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور بما أنه بيت المتاعب ضاغط معناته البيت الأول ضاغط فعشانك نفسيا برضو اليوم بتكون انت مش مرتاح متقلب مزاجك شوي معكر في نوع من أنواع الحدية أو العصبية ظاهرة وطاغية عليك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالوضع المالي برضو بضغط فعشانك بسبب لك نوع من أنواع التوترات اللي ممكن يكون فيه من وراها إما مصاريف زيادة أو قلق مادي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور تقريبا برضو على مستوى البيت الرابع يعني مش سلبية هي جيدة بالاتصالات والمواصلات بالتنقلات بتواصلك مع أشخاص بتكثر عندك الاتصالات بشكل كبير خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بالاتصالات والمواصلات كأجهزة مثل تليفونات كمبيوترات سيارات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت جيدة شوي فيها نوع من أنواع المشاحنات أو بعض الأعطال أو الاهتمامات أو المسئولية للزيادة عليك ولكن إجمالا الأمور هاي بتقدر تسيطر عليها وتنجزها بشكل روتيني بدون ما تتعب نفسك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور على المستوى العاطفي يعني شوي نفسيا ممكن تكون مش مرتاح إما لتذكرك بعض الأشخاص أو بعض الأحبة مش موجودين أو مش قادر تتواصل معهم إشي يتعب نفسيتك يسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل العاطفية لزيادة بتكون سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فالأعمال إنجاز الأعمال والوضع الصحي روتيني يعني بس بنقول لك أنه دير بالك على جهازك العصبي على المعدة جهاز التنفس برضو ألام الأكتاف وأسفل الظهر بدك تدير بالك منهم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور تقريبا يعني جيدة بتدعمك على مستوى بيت الشراكة فممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين الشريك أو تقارب على مسألة معينة أو حل مشكلة كانت سابقة ولكن ما تدخل بنقاشات عني في خلال هذا اليوم تركها لأنه أنت مزاجك متعكر فممكن تختلق أو تكبر المشاكل ما بينك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة وبتدعمك بشكل قوي على مستوى أمور اللي إلها علاقة بالاتصالات اللي إلها علاقة بالأموال أو مستردات مالية أو بعض المتطلبات المالية أو أمور إلها علاقة بفواتير أو التزامات أو ترتيب مصريف أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور ما زال فيها نوع من أنواع الضغط على بيت الاتصالات البعيدة أو توتر من أو قلق على أحد الأشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمواضيع يعني شوي ممكن تكون مربكة أثناء النقاشات فممكن تعصب وتتوتر أو تحتد بسبب تصرف معين أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف المرعى مستوى بيت السمعة تقريبا جيدة بتدعمك بقوة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن برضو تهتم اليوم بزميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أو نوع من أنواع التقارب ما بينكو بلقاء أو اتصال أو مساعدة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور تقريبا يعني متقلبي خلال هذا اليوم فممكن اليوم تحتد أو يعني تزعل أو تأخذ على بالك على خاطرك كيكي بسبب تصرف أحد الأصدقاء أو أحدهم بانتقدك أو بحاول يدخل في حياتك فهذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع الانزعاج أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية الحلقة برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء هاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحدهم أهم إشي إنك تنجز عملك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم استشر أهل الاختصاص ممكن تطمئن مخاوفك بتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك لا تستسلم بل تفائل بالخير يعني الأمور تقريباً الأجواء اليوم أحسن من الفترة الماضية في بعض الأمور وخصوصاً لهوة لأنه ببيت الأصدقاء بيت حليف لإلك فبدعمك في بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسياً أنت أحسن يعني تقريباً استقرت الأمور شوي بتنشحن بطاقة إيجابية بصير فيه نوع من أنواع التفاؤل أو الاندماج حواليك أكثر فهذا بيخلق نوع من أنواع الجو الإيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الوضع المالي شوي بيتطلب منك التركيز بعض الالتزامات أو المصاريف أو الدفعات شوي بتأرقك فعشان هيك مالياً أنت شوي ممكن اليوم تكون منزعج أما بالنسبة للبيت الثالث فيعني تقريباً على مستوى الاتصالات والمواصلات يعني هاي الشغلة شوي بتفتح نوع من أنواع الإيجابية والتقارب ووجهات النظر والاتصالات وبرضو المناقشات ممكن تقنع أي شخص اليوم أثناء النقاشات بوجهة نظرك بشكل مباشر أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت شوي الأمور إيجابية ولكن في ساعات الصباح بدك تنتبه أنه في نوع من أنواع التوتر ممكن سوء تفاهم أو طلب معين أو يعني أي شيء هيك نفسي يستفزك أو يوترك خلال هذا اليوم حاول أنك أنت تنجز حتى لو كان في أعطال أو اهتمامات منزلية حاول أنك تنجزها بدون عصبية وبدون تأفقف بدون تنمر على أساس أنه ما تختلقش مشاكل كبيرة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور على المستوى العاطفي إجمالاً روتينية بتتعامل بسبب طبيعتك خلال هذا اليوم يعني الأمور ممكن هيك شوي بس يصير فيه نوع من أنواع القلق على بعض الأحبة أو تواصل مع بعض الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس الوضع الصحي إجمالاً جيد بالنسبة لوضع العمل ممكن تنجز الأعمال المطلوبة منك بشكل جيد وبشكل مباشر خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية أو أنك تبلش ببرنامج جديد غذائي أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة شوي الأمور يعني فيها نوع من أنواع الحدية أو التحسس أو العصبية فحاول أنك ما تكبر الأمور عشان ما يصير فيه خلاف ما بين الشركاء أو كاوم شركاء مال أو شركاء عاطفي زي الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة فأقول لك دير بالك من المصاريف الزيادة أو المتطلبات المالية أو فقدان بعض الأموال فهذا الإشي برضو ممكن أرقك حاول أنك تقنن أو تقلل مصاريفك قدر الإمكان وما تنجرف بالصرف والبذخ على أساس أنه ما تنزنك في الأيام الجاية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور برضو جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض الأمور الفلسفية أو الدينية أو النقاشات أو حتى الدراسة كلها هاي أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر برضو إيجابي بيدعمك في قوة فممكن تدافع عن سمعتك ممكن تعمل أي شيء اليوم يعني تثبت وجودك من خلاله في نوع من أنواع التعامل أو الاتصالات ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك في العمل أو ممكن حل مشكلة كانت صعبة أنها تنحل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقولك دير بالك يعني اليوم بكرة القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فالفترة القادمة رح تكون صعبة فعشان هيك بدك تبلش أنت تنجز بكل أعمالك أو اهتماماتك أو الأشياء المطلوبة والضرورية تحاول تنجزها بأسرع وقت قبل ما يوصل القمر لبيت المتاعب لأنه رح تدخل في فترة شوي رح تكون حادة وصعبة بالنسبة لبيت المتاعب يعني شوي الأمور متقلبي خلال هذا اليوم فهذا بلش نوع من أنواع الضغط فعشان هيك ممكن تتعطل بعض الأمور ما تقدر تنجز كل أمورك لأن هذا اليوم ممكن تشعر ببعض الوهن أو التعب وممكن يعني تحاول أنك تأخذ قسط من الراحة أو ما تحتكي كثير باللي حواليك لأنه بتلاقي أنه نفسيتك متعكرة أو فيش مزاج برج العدراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ يعني كون على قدر المسئولية ما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم خلال هذا اليوم دع خجلك جانبا عبر عن آرائك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص مواضحة؟ طيب أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا على مستوى بيت السمعة لأنه موجود في بيت السمعة فعشانك البيت الأول شوي بيكون ضاغط عليك فبيسبب لك نوع من أنواع التقلب في المزاج أو يعني شوي في ردات فعل سلبية عندك بتكون موجودة خلال هذا اليوم فهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع التوتر اللي من خلاله ممكن تعصب أو إنك تنطوي على نفسك شوي أو تتحسس من أي تصرف ممكن يصير حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور على المستوى الأمور المالية تقريبا روتينية ولكن أنه بتفتح بعض المجالات اللي ممكن أنت تحصل منها بعض الأموال لكن هاي للناس اللي بتشتغل على رأس عملها فممكن يحصلوا بعض الأموال اللي ممكن تيجي من عمل إضافي ولكن أهم شيء أنهم يقللوا من مصاريفهم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى النقاشات والحوارات رغم أنه في حدية بالطباع ولكن بتقدر تناقش بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك بدون ما تعصب حاول أنك أنت تبتعد عن الانتقادات اللاذعة على اساس أنه ما تكبر الخلافات فيها رح يصير لبعضك بعض الاهتمامات في أمور إلى علاقة بأجهزة الاتصالات أو المواصلات يعني مثل السيارات أو الهواتف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور على مستوى البيت جيدة يعني تقريبا الأمور مسيطرة عليها مستقرة بالبيت أو الأمور العقارية أو أفراد العائلة أو يعني كلها هاي الأمور إيجابية في ساعات المساء ممكن تنشغل في ملف العلاقة بالصيانة أو ببعض الأعطال اللي ممكن تكون بعضها مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور جيدة على المستوى العاطفي وهي بتعملك نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو ممكن اليوم هيك يكون مزاجك عاطفي زيادة فأنت اللي تبادر في مصالحة أو بتفقد الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فما زال فيه نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتتراكم عندك بعض الأعمال أو بيكون ما عندك نفس للعمل وفي منك رح شوي يشعر ببعض التعب أو الآلام اللي بتيجي عادة في منتصف الظهر وبتيجي في منطقة القولون وبتيجي في أسفل الظهر أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثامن بعض المصاريف أو المتطلبات المالية منك يعني شوي هاي بتسبب لك نوع من أنواع الإرهاق أو التعب أو الاهتمام ببعض القضايا المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو امتحانات أو تنقلات كلها هاي أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت السمعة فشايف أنا مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الأصدقاء يعني تقريبا ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو التعامل ما بينك وبين صديق أو معرفة استشارة خدمة لقاء تواصل شاي عزومة شغلة من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتقدر تنجز بعض الأعمال الروتينية أو بتتمارس كل أمورك اليوم بشكل روتيني من أعمال واهتمامات وحتى الرقابة الصحية ممكن تكون إلك أو لا أحد الأحبة ولكن برضو بحذرك أنك تدير بالك من النقاط اللي ذكرناها لما ذكرنا البيت السادس مرج الميزان من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغالات الإدارية عندك حاذر من المتاعب الصحية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي اليوم أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية كثير فعشان هيك عندك قدرة اليوم على أنك أنت تحسن من نفسيتك أو من مزاجك أو من مزاج اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي شوي فيها نوع من أنواع الضغط أو المسئوليات أو الالتزامات أو الدفعات أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاش والمناقشة والاتصالات والمواصلات والتنقلات والاهتمامات بأمور إلها علاقة بأجهزة الاتصالات والمواصلات زي التليفونات أو السيارات وفي نوع من أنواع التعامل رح يكون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت برضو الأمور ممتازة بتتدعم من مركزك ومن برضو مكانتك العائلية وممكن اليوم تناقش في مسألة معينة عائلية أو مهام معينة أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو الفرح بسبب خبر معين بيتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأمور العاطفية شوي فيها نوع من أنواع الذبذب عندك اليوم شوي متقلبة ما بين إيجابي سلبي إيجابي سلبي على أكثر من محور فعشان هيك يبنقول لك حاول أنك تراعي الوضع العاطفي تبعك شوي إيش عن حالك بطاقة إيجابية بدون عصبية وحدية أو أنك أنت تتذكر أشخاص معينين مش موجودين معك يعني تأثر على نفسيتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة برضو على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك راح يهتم بمسائل إلها علاقة بالأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فتقريبا نقدر نحكي روتيني الوضع فعشانك لا إيجابي ولا سلبي على مستوى تعاملك مع الشريك المال أو العاطفي أو الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى الأمور المالية برضو فيها نوع من أنواع الذبذة بخلال هذا اليوم ولكن اللي بيغلب نوع من أنواع المصريف أو الالتزامات للزيادة أو فوترة أو حسابات أو أشياء مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد بيت الصمعة بيدعمك بقوة وهذا بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص أو أنك ممكن تلجأ لبعض الأشخاص للتشاور معهم في مسألة معينة أو للتقارب على مسألة معينة أو حل مشكلة معينة أو تستعين فيهم في موضوع معين أما بالنسبة للبيت 11 فتقريبا الأمور فيها نوع من أنواع التوتر على مستوى صداقة معينة ولكن إجمالا الأمور جيدة ممكن تدعم من علاقاتك ومن صداقاتك ومن معارفك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك من قللك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وحاول أنك تهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة سارع لترتيب أوراقك وملفاتك ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة معينة ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي متقلب خلال هذا اليوم صحيح أنه أحسن من الأيام الماضية بس الأمور لسه ما وصلت يعني بالكيفية أو بالنفسية اللي أنت بدك إياها لحديث ما القمر ينتقل للسرطان بصير الوضع أفضل بكثير أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى الأمور المالية يعني تقريبا ممكن اليوم تحصل على بعض الأموال أو تجيك فرصة لبعض المال بعدك رح يحصل على أموال من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو هدايا أو دعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد خلال النهار لغاية ساعات الظهر بدعمك بقوة على مستوى النقاشات والحوارات والدفاع عن نفسك وإقناع الأشخاص بوجهة نظرك الاتصالات الكثيرة الاهتمامات بالاتصالات بالمواصلات بالتليفونات بالسيارات كلها هاي أمور إيجابية ولكن من ساعات ما بعد الظهر دك تدير بالك من توترك أو عصبيتك أو ردات فعلك العنيفة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت يعني ممكن يحملك بعض التوترات أو القلق من مسألة معينة بيتية ممكن أعطال ممكن اهتمامات عائلية ممكن مشكلة بتتعلق في أحد أفراد العائلة شوي ممكن تأزم الوضع عندك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي روتيني يعني ممكن اليوم تتفقد بعض الأحبة أو يصير اتصالات ما بينك وبين بعض الأحبة ولكن إجمالا الوضع روتيني أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الوضع الصحي عندك شوي بيحمل نوع من أنواع القلق وبرضه على مستوى الأعمال ممكن ما تقدر تنجز كل الأعمال بشكل كامل وممكن تنجز الأعمال الضرورية فقط وتأخذ قصد كافية من الراحة خلال هذا اليوم وفي منك راح يهتم بمسألة صحية بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى الشراكي برضو الأمور روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن يعني يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو مصالحة أو مشاركة ما بينك وبين الشريك المال أو العاطف يعني الأزواج لا مشكلة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد وبيدعمك في قوة خلال هذا اليوم فممكن تجري كثير من الاتصالات الخارجية أو مراسلات خارجية مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم ببعض المسائل القانونية أو أمور العلاقة بالسفر أو الإقامة أو حتى بأشياء نقاشات أو دينية أو فلسفية أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة فهذا بدعم علاقاتك والمعارف فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بالتعاون معهم أو ممكن يساعدوك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 ما زالت الأمور على مستوى بيت الأصدقاء يعني شوي فيها نوع من أنواع التوتر ممكن أحد الأصدقاء بيوترك أو بيشحنك بطاقة سلبية أو أنه ممكن في بعض المشاكل بحاجة يعني أنك أنت تكون حكيم لحلها أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا روتينية فممكن تنجز بس الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الطبية أو العلاجية أو الأدوية اللي بتتعلق فيه أو في أحد الأحبة برج القوس بوسعكم تعزيز شراكتكم سواء في العمل أو في العاطفة هاي فترة صعبة تثقل خلال هالهموم والمسئوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف بتظهر معاكسة كبيرة تعتبر هاي الفترة من أصعب الفترات خلال هذا الشهر لأنه القمر موجود في بيت العمل والصحة لا إلك أهمش أنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر من اللي حواليك أما بالنسبة للبيت الأول فشايف الأمور النفسية يعني جيد شيئا ما خلال هذا اليوم تدعمك بطاقة إيجابية وبتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين اللي حواليك يعني نفسيا أنت اليوم مرتاح شوي أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو في بعض الانفراجات أو بعض الدعم المالي بيجي عن طريق عمل إضافي أو مساعدات أو دعم أو هدية أو هبا معينة أما بالنسبة للبيت الثالث فعلى مستوى النقاشات أنت يعني هذا بيت الاتصالات والمواصلات فهونا بحذرك من الحدية لأنه بشحنك بطاقة سلبية فعشان هيك بتكون عصبي في النقاشات حد في الطباع ممكن تتصرف تصرفات تندم عليها بالفترة القادمة لأنه بتشوف حالك أنك أنت استعجلت أنك أنت عملتها حاول أثناء النقاشات ما تحتد وما تعصب كثير ممكن يصير فيه نوع من أنواع يعني التهور بالقيادة أو بالحركة أو إصابات أثناء الحركة بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت يعني أريح من الأيام الماضية فهذا بيعمل برضو نوع من أنواع التوازن أو التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أو ممكن يصير فيه أمر معين هيك يجعل يخلي الجو شوي يكون أحسن أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي فأنا شايفه شوي روتيني فعشان هيك على المستوى العاطفي ما عندك إشي محسوم يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية فعشان هيك ممكن تنجز بعض الأعمال الروتينية خلال هذا اليوم ممكن تهتم بإنجاز ملفات ضرورية وممكن برضو أنك تهتم ببعض الأمور الصحية ممكن تراقب صحتك بشكل جيد وممكن تهتم ببعض الأمور اللي بتتعلق صحيا بفيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فبما أنه القمر مقابلك مباشرة معناته هو في بيت الشراكة فعشان هيك بقول لك دير بالك لأنه مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بتحمل لك نوع من أنواع السلبية أثناء تعاملك مع شريك المال أو العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور على مستوى الأموال المشتركة ممكن تهتم ببعض المسائل القانونية أو المعاملات أو الفواتير أو الالتزامات أو الأمور المالية المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص قارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو تحركات أي أمر من هاي الأمور كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة برضو على مستوى بيت السمعة فممكن تدافع عن سمعتك وممكن تنجز إنجازات رائعة تعزز سمعتك وفي منك رح يكون له تعامل مع زميل أو مع رئيس بالعمل أو ممكن مساعدة من أحد المعارف أو أحد الأشخاص اللي في تقارب ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشايف الأمور فيها نوع من أنواع الحدية ممكن صديق أو معرفة شوي أنت تحتد منه أو تكون متأمل منه موقف معين يخذ لك خلال هذا اليوم أو يصير سبب إنه يعطل موضوع كنتم التفقين عليه هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا روتينية فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وتتعامل بشكل روتيني خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إليها علاقة بصحته أو بصحة أحد الأحبة برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم حاذر من تراجع صحي باكر لعملك اترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة خلال هذا اليوم يعني هذا الإشي شوي بعزز بعض الأشياء الإيجابية عندك يعني مشحون بطاقة إيجابية عالية اليوم ممكن هاي يتغير كثير من الأشياء اللي كانت ضغطيتك بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني جيدة خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات المالية أو الالتزامات المالية الطارئة أهمش أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات بدك تدير بالك يعني مشحون بطاقة سلبية أنت فممكن تتعرض حالك للإصابات أثناء التنقلات والحركة انتبه برضو من عصبيتك أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا بتحتد وتعصب من مسألة معينة في بداية النهار ولكن بتعاود ترجع الأمور لشكل إيجابي وتعاون مع أفراد العائلة وممكن تنجز بعض الأمور المنزلية أو بعض الأعطال اللي بتطرأ بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور جيدة بتدعمك بشكل قوي على المستوى العاطفي رغم أنه هي روتينية ولكن أنا شايف أنه في طاقة إيجابية بتدعم العلاقة العاطفية فممكن من خلالها يصير إما تواصل مع الحبيب أو رغبة بالإطمئنان عليه أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا على مستوى الشراكة شوي في نوع من أنواع الحدية بتكون من الآن لغاية منتصف الليل وبعدين الأمور بتصير روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فشايف الأمور جيدة فهي بتدعم برضو من الأمور المالية أو الفواتير أو الالتزامات ممكن تحصل على بعض الأموال خلال هذا اليوم ولكن زي ما حكينا بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات البعيدة وعلى مستوى التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو رجال قانون كلها تقريبا إيجابية ولكن من ساعات العصر تقريبا بصير المزاج عندك في نوع من أنواع الحدية بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعلى مستوى السمعة بتقدر تدافع عن نفسك وعن سمعتك بتقدر تفرض سلطتك وبرضو في تعاون معين رح يكون ما بينك وبين زميل أو ما بينك وبين رئيس بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فشوي الأمور متقلبة فممكن بعض الأصدقاء بشحنك بطاقة سلبية أو أنت زعلان وميخذ على بالك من هذا الصديق ومن تصرفاته حاول أنك ما تكبر الخلاف ما بينك على أساس أنه ما يصير فيه شرخ كبير أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأمور جيدة فهذا بدعم من صحتك وبرضو في نفس اللحظة بتقدر تنجز بعض الأعمال والأمور المهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم يعني بمسائل عملية لإنجاز بعض الأشياء الضرورية خلال هذا اليوم برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة وممكن تعيش نجاح خلال هذا اليوم لكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحباءك بفاجأك أحدهم بالوقوف لجنبك بدك تكون يعني بادره بالشكر أو تشكره وما تنسى رد الجميل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة وبتدعمك بقوة رغم أنه في تقلبات على المستوى النفسي خلال هذا اليوم ولكن أنا شايف إجمالا نفسيتك أحسن من الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم بتتعاملوا خلال هذا اليوم على المستوى البيت الثالث تقريبا يعني تنقلاتك بدك تدير بالك بس من ساعات بعد الظهر أثناء التنقلات أو الاتصالات من العصبي وردات الفعل أو الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط السلبي يعني إما أعطال منزلية أو بعض الخلافات المنزلية أو مشاكل طارئة بتظهر خلال هذا اليوم أو ممكن تحتد من أحد أفراد العائلة حاول أنك أنت ما تكبر المسائل الزيادة خلي الأمور تكون إيجابية وفي تقارب ما بينكم أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس تقريبا بيت الصحة يعني والعمل شوي ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تهم الهم لعمل أو يعني يقصر عندك عمل معين خلال هذا اليوم أو تنزنك في الوقت وفي منكم رح يعني بده يهتم لوضعه الصحي بشكل واضح أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية فهو روتيني تتعامل مع شركاكه بشكل طبيعي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور المالية المشتركة شوي بتأرقك خلال هذا اليوم ممكن شوي تنشغل في معاملات أو ملفات أو حسابات أو دفعات أو ترتيب بعض الفواتير أو تأجيل دفعات لفترة قادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أو الأوراق القانونية أو المعاملات أو النقاشات السياسية الدينية كلها تقريبا إيجابي أما بالنسبة للبيت العاشر فجيد بيت الصمعة برضو بيدعمك بقوة وممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأمور أو الملفات أو ممكن تنجز إشي اليوم يعني اليوم تنجزه كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور على مستوى بيت الصداقة متقلب شوي فممكن تتوتر من صديق أو من معرفة أو يتعطل موضوع أو مشروع كنت مرتب له فيتعطل خلال اليوم ما تقدر تنجزه بالشكل الكامل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح ينشغل في بعض الأمور اللي إلها علاقة إما بصحته أو بصحة أحد الأحبة أهم إش أنك تراقب غذائك وحاول أنك أنت تريح نفسك شوي برج الحوت بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة ممكن تخصص وقت مهم للعائلة خلال هذا اليوم وتعمل نوع من أنواع التقارب وممكن يصير فيه إشي بتعلق بشؤونك الخاصة أهم إشي ما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو من شك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي شوي أحسن من الأيام الماضية يعني بتميل للروتيني أكثر إلا أنه برضو بتقلب مزاجك خلال هذا اليوم من وقت لآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور تقريبا على الوضع المالي روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن من قللك قلل من مصاريفك للزيادة أو المتطلبات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والحوارات كلها هاي تقريبا إيجابية ولكن أثناء قيادة السيارة أو أثناء العمل دير بالك من الإصابات اللي ممكن تتعرض لها أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا زي ما حكينا أنه الأمور ضغطة شوي على المستوى العاطفي فهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الشك أو الغيرة ده كتدير بالك من المسألتين هدول لأنه إذا كانوا في مكان غير مش مريح ممكن يسبب انخلاف ما بينك وبين الحبيب وممكن يصير سوء تفاهم ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وفي منك رح ينشغل في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمسائل الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على مستوى الشراكة يعني شوي في شوي التوتر موجود أو عصبية أو سوء إدارة الشريك شوي ممكن يوترك خلال هذا اليوم الشريك خصوصا الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأحبة عشان هيك ممكن اليوم تحصل على بعض الأموال أو بعض الدعم بيجيك من الشريك يعني من الزوج أو الزوجيك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والمواصلات والاهتمام بأوراق معاملات سفر قانونية امتحانات دراسة كلها هاي تقريبا إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى السمعة وبرضو بتدعم من مركزك الاجتماعي وعلاقاتك وممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فأنا شايف الأمور جيدة وبتدعمك برضو بقوة إلا أنه في توتر من صديق أو من علاقة معينة بحاول يستغلك أو يفرض رأيه عليك أو يحشر حاله في حياتك أما بالنسبة للبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما برقابة الغذائية أو رقابة الأدوية أو بحاول أنه يأخذ قصة من الراحة خلال هذا اليوم من تعب يعني كان مرهق أو برهقك الفترة الماضية تحاول أنك ترتاح من أشياء كانت مرهقيتك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء